بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية في تحديد معاني المصطلحات التالية الوقف والسكت والقطع فنبدأ ونقول الوقف من ناحية اللغة هو الحبس والكف ومنه قولنا وقفت الدابة أي حبستها عن السير وأما اصطلاحا فهو قطع الصوت عن الكلمة القرآنية زمنا ما بنية استئناف القراءة وهذا يعرض للقارئ كثيرا لأنه لا يستطيع أن يأخذ الأسطر الكثيرة بنفس واحد أو الآية الطويلة بنفس واحد فلابد له من محطات استراحة بنية استئناف القراءة هذا الوقف جائز كما نعلم لضرورة أخذ النفس وأما مواطنه فإنه يكون بأواخر الكلمات كما يكون من باب أيضا أولى بأواخر الجمل كما يكون بأواخر الآيات إذن نستطيع أن نستنبط أنه لا يصح الوقف بوسط الكلمة مهما كانت طويلة فلا يجوز أن نقرأ أنلزمكموها أو فسيكفيكهم فنقف في وسط الكلمة فيعتبر هذا إخلالا واضحا بالكلمة القرآنية هذا ما يتعلق بالوقف مبدئيا وأما المصطلح الثاني وهو السكت فهو لغة المنع يقال للساكت ممتنع أي ممتنع عن الكلام وأما اصطلاحا فهو قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفس يعني أن تقف على آخر كلمة وتسكت من غير تنفس ثم تتابع القراءة في الكلمة بعدها السكت هذا جائز طبعا وهناك سكتات لحفص أما مواطن السكت فإنه يكون في وسط الكلمة أحيانا كما يكون في آخرها ونعرض هنا وما يهمنا من هذا الموضوع سكتات حفص رحمه الله لأننا نقرأ بقراءته فهناك سكتات أربع لحفص الأولى في سورة الكهف في قوله تعالى عواجا قيما بالسطر الأول من السورة فنقرأ هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا ويشار لها في كتاب الله سبحانه وتعالى بالسين فوق ألف عواجا أما السكتة الثانية فهي في سورة ياسين عند قوله تعالى من مرقدنا هذا فنقرأ هكذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وأما السكتة الثالثة فهي بسورة القيامة عند قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق فنقرأ هكذا من راق وأما السكتة الرابعة فهي بسورة المطففين عند قوله تبارك وتعالى كلا بل رانا فنقرأ هكذا بل رانا بالسكت ونريد أن نشير هنا إلى نقطة مهمة أن هذه السكتات خاصة برواية حفص عن عاصم ليست لأحد من القراء غيره حتى عند شعب الراوي الثاني الراوي الثاني لعاصم ليس هناك هذا السكت كما أننا نشير إلى أن هناك موضعين لحفص فيهما وجه غير الوجه الوصل وهو في قوله تعالى ما ليه هلك فلحفص فيها وجهان السكت والإدغام إدغام المثلين فيقرأ هكذا ما ليه هلك بالإدغام أو بالسكت ما ليه هلك كما أن لحفص رحمه الله بوصل سورة الأنفال مع سورة التوبة ثلاثة أوجه الوصل أي بتحقيق الإخفاء إن الله بكل شيء عليم براءة أي بتحقيق الإقلاب حيث التنوين بعليم وبعدها الباء براءة أو بالوقف إن الله بكل شيء عليم براءة أو بالسكت إن الله بكل شيء عليم براءة إذن هذه مواطن سكتات حفص وبهذا نكون قد انتهينا من السكت أما المصطرح الثالث فهو القطع وهو من ناحية اللغة الإزالة والإبانة تقول قطعت الشجرة أي أزلتها وأما اصطلاحا فهو قطع القراءة وإنهاؤها قصدا وهذا يحصل لمن كان له حزب يومي من كتاب الله يقرأه فإذا انتهى وأراد إنهاء القراءة قطع القراءة وقام وأما مواطنه فهو في أواخر الآيات وطبيعي في أواخر السور حيث إنه لا يجوز أن يقطع القراءة في وسط الآية ولو كانت أطول آية في كتاب الله وهي آية الدين والحمد لله رب العالمين